من حرب الاقتصاد إلى استهداف العسكر هكذا تتدرج واشنطن في خطة تضييق الخناق على إيران منذ انهيار الاتفاق النووي بين الجانبين الحرس الثوري الإيراني رسميا على لائحة الإرهاب الأمريكية تصعيد جديد على غير العادة حيث لم يسبق لواشنطن أن صنفت كيانا عسكريا كاملا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية مثل ما فعلت مع الحرس الإيراني الذي يعد عمليا جيشا نظاميا تصعيد يأتي تتويجا لقرارات أمريكية مماثلة خلال الأوينة الأخيرة ضد القوات التابعة للحرس الإيراني في المنطقة منها لواء فاطميون المشكل من مقاتلين أفغان شيعة ولواء زينبيون المكون من شيعة باكستانيين وأخيرا ميليشيا النجباء المنظوية ضمن ميليشيات الحجد في العراق مراقبون يرون أن استهداف الحرس الإيراني ككيان واحد في هذه الظروف التي تشهد تصعيدا ملحوظا في الصراع بين واشنطن وطهران يرقى إلى درجة إعلان حرب على إيران وقد يمهد لاستهدفات ميدانية للميليشيات الإيرانية المنتشرة في ساحات إقليمية خصوصا في سوريا والعراق ويرتبط الحرس مباشرة بالمرشد علي خامنأي ويضم نحو 125 ألف مقاتل في وحدات برية وبحرية وجوية وتتبع له ميليشيات الباسيج التي تتكون من مجموعة المتطوعين المخلصين لثورة الخميني ولديها القدرة على حج نحو مليون متطوع عند الضرورة الأهداف والدوافع الأمريكية من هذا القرار تتجاوز مسألة توجيه الرسائل الحادة لطهران وتؤذن بحلول مرحلة جديدة إن صدقت النوايا الأمريكية وتطابقت مع ما تعلنه في مواجهة الدور الإيراني في المنطقة من خلال استهداف الحرس الذي يقوده إلى استهداف ثورة الخميني نفسها فالكيان المستهدف بقرار واشنطن الأخير كما هو واضح من اسمه حارسا لتلك الثورة كما إن المادة 150 من الدستور الإيراني تحدد مهمة الحرس الإيراني في حراسة الثورة والحفاظ على إنجازاتها ضربة موجعة لأحد أهم أركان مملكة الخراب الإيرانية لو طبقت بحذفيرها كما هو معلن لها لتحولت من موجعة إلى قاصمة لكن تجارب التهديدات السابقة تدل على أن الوهمة هو جوهر الحرب بين واشنطن وطهران